مرحبا معكم ماري عالم حبشي مترجمة كاتبة ومدربة إدارية موضوع فقر التبس لليوم هي النقاط الأساسية المطلوب اتباعي لكتابة السيرة الزاتية عند تقديمنا لأي عمل جديد بداية خصص محتوى سيرتك الزاتية بشكل يتناسب مع الوظيفة اللي عم تقدم عليها ركز على المؤهلات المطلوبة وحاول تقارب قدر المستطاع استنادا لخبراتك السابقة كما ضروري ذكر المعلومات المتعلقة بالتحصيل للعلمة إضافة للدورات أو البرامج التدريبية اللي تعلمتها واكتسبتها بحياتك كذلك من المهم ورود توصيات شخصية من عملك السابق تتناول خبراتك وبتبين مدى قوة مؤهلاتك للوظيفة المطلوبة كمان بديشير لنقطة أساسية ضرورة التنبه لها وهي التضقيق اللغوي وبعني هون التأكد أن سيرتكن الزاتية خالية من الأخطاء النحوية أو اللغوية وواضحة للقارئ أخيرا ما تنسى أهمية تحديث السيرة الزاتية بانتظام وإعادة ترتيب الخبرات حسب متطلبات الوظيفة اللي عم تقدم عليها كل مرة بتمنى تكونوا استفدتوا من هالتبس وبتمنى أنكم كمان تحولوا الطبقه عن تقديمكم لأي وظيفة جديدة بدي أتمنى لكم باقي تنهار حلو وبشوفكم بنصايح جديد إلى اللقاء